يا ترى ايه هو اقوى وافضل موبايل تشتريه في فئة الخمس تلاف جنيه اللي هي الفئة من 4000 ل 6000 جنيه في 2023 والاخوتنا اللي بيشوفونا من بره مصر فالترشحات دي لحد سعر 200 دولار في البداية بس ازايكم؟ عاملين ايه؟ عايزكم تركزوا معي كويس قوي قوي في فيديو النهاردة لان اثناء الفيديو حولكم على نصايح ومعلمات مهمة جدا جدا عن الموبايل اللي هتشتروه حاليا وبالذات في الظروف اللي احنا فيها دي والحديث هنا عن فئة الخمس تلاف جنيه زي ما قلنا فخللونا ما نتكلمش كتير ونطول في المقدمة ونخش على طول في الفيديو اللي معانه النهاردة بس بداية الفيديو بتنساش تعمل اللايك على الفيديو ده وتشير في القناة ده مش مشترك عشان وصلك كل جديد اول بول انا عمر من قناة اوبي تيك ويلا بينا نشوف كده ايه هو افضل واقوى موبايل نشتريه في فئة الخمس تلاف جنيه في 2023 يلا بينا دلوقتي وكعادة كل فيديو ترشيحات بنمسك كل شركة وهقولك ايه افضل موبايل موجود عند الشركة دي ولو الموبايل اللي هو افضل حاجة عندها يعني كويس هقولك عليه تمام واشتريه والموبايل ده معنا في الترشيحات ولو الموبايل وحش هحذرك منه ونخش على الشركة اللي بعدها وفي نهاية الفيديو هقولك انا عن نفسي لو انا رايح هشتري في الفئة دي هشتري ايه وليه ابدايا كده اول شركة وشركة نوكيا متشتريهش منها اي حاجة خالص في الفئة دي لانا ملهاش في السوق اصلا اي حاجة عيدلة كل المديرات الموجودة عديمة جدا جدا وعافي عليها الزمن خلاص تاني شركة وشركة هواوي شركة هواوي اللي معندهاش خدمات جوجل فانا عن نفسي مش هرشح لك موبايل مفقوش خدمات جوجل ممكن يدايقك بعدين برنامج مثلا معيني ينزل جديد فما تلاقيهوش في الاستور بتاع هواوي فما عاجب اكش الموبايل فمناش ضعب القصص دي شركة هواوي برضو بره الترشحات بتاعتنا ثالث شركة وشركة اونر واللي افضل موبايل فيها هو اونر اكس سيبن وده اكتر موبايل كويس قريب من الفئة اللي بنتكلم عنها في فيديو النهاردة ولكن الموبايل ده عيوبه كتير جدا اولا الشيء بتاعته الريزيروشن بتاعها اتش دي بلاس بس مش فول اتش دي فزي ما قلنا قبل كده اخرك على الشيء دي هتتفرج على 720 بي بالاضافة لان التفاصيل او لو بترى تيكست او نص مش هتكون احسن حاجة تاني حاجة تجربة الكاميرات هنا مش الافضل تالت حاجة ما عندكش مستشعر تقارب ولا مستشعر جايروسكوب اللي هو لما بتعمل كده تحرك الموبايل مفروض الموبايل او الشاشة جوه والحاجة اللي بتحركها جوه تتحرك معاك هنا مفيش جايروسكوب ده رابع عيب جايب ازدار اندرويد قديم والاندرويد 11 وحنا حاليا بنشوف الاندرويد 13 ومستنين الفورتين او ال 14 كمان كل ده والموبايل بسعر 6500 جنيه يعني حوالي 320 دولار يعني كمان فوق الميزانية بتاعتنا وبكل العيوب دي فبرضو شركة اونر مع السلامة بر الترشيحات رابع شركة معانا وهي شركة اوبو لو انت بتشتري موبايل في السوق المصري الاصدارات اللي هتلاقي من شركة اوبو كالتالي اولا عندك الاي 17 والاي 77 والاي 57 التلات موبايلات دول ما تشتريهمش خالص لان الموبايلات دي معالجاتها ضعيفة جدا جدا بنتكلم في جي 35 وبي 35 وحاجاتك احيانة نازلة من 2016 او 2015 فمش هتاخد تجربة اداء ترديك على الاطلاق بالاضافة لان هنشوف شاشات برضو HD Plus مش Full HD كل ده وبننجي سعره من 5000 ل 6000 جنيه يعني في حدود ال 200 دولار فانا مش شايفهم يستحقوا خالص المبلغ ده الوحيد اللي هاه لو انت هتبص على موبايل من شركة اوبو ولازم معاك اوبو فممكن تبص على الاي 76 الموبايل ده مميزاته كالتالي اولا جاي بمعالج كويس في الفئة دي والاسناب درجة 680 وده حاليا بعد غلاء الاسعار من افضل المعالجات اللي فئت ال 5000 جنيه معالج مش هيأثر معاك في الاداة اليومي واستخدام الالعاب الخفيفة هيكون كويس معاك مع صفته اوبو الخفيف اللي احنا عارفينه فالموبايل مش هيهنج معاك تقريبا تاني حاجة شاشة برفريش ريت او معدل تحديث 90 هرتز فشاشة هنا هتكون ثالثة ثالث حاجة بطلية كبيرة 5000 ميلي امبير اوار والشحن السريع 33 واط ولكن زي ما قلتلك المميزات فلازم اقول لك العيوب بتاعت الموبايل ده اولا ما عندكش هنا كاميرا التروايد ودي كاميرا الخاصة بجزء التصوير الواسع او لو بتصور مثلا مبنى كبيرة او حاجة كبيرة بتكون عدسة اوسع كده شوي تاني حاجة الصوت هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز فالصوت هنا بيطلع من جهة واحدة بس ثالث حاجة ريزيليوشن او دقة الشاشة بصراحة عندي بدال تاني من شركة اوب ورا الشحة ولكن مش هتكون موبايلات جديدة هتكون موبايلات مستعملة فاكتبولي تحت في التعليقات لو عايزين نعمل فيديو ترشيحات للمستعمل فقط وهعمل لكم الفيديو ان شاء الله عن المستعمل ولكن لو لقيت في اجماع عليها الموبايل ده تشتريه في حالة ان انت مش عايز موبايل من اي شركة تانية غير اوب ولكن انا عن نفسي كرأيي انا هتلعها برضو برا الترشيحات خالص خامس شركة معانا ونبتدي بقى نشوف موبايلات عليها الايما شوية ويا شركة ريلمي ريلمي عندها موبايلين كويسين جدا في الفئة السعرية دي اول موبايل والريلمي 9 اي والتاني ارخص شوية الريلمي سي 35 الريلمي 9 اي الحقيقة مميزاته كتيرة جدا اولا جايب المعالج اللي قلنا عليه كويس والسناب درجون 680 فاغلب المهام اليومية هتكون كويسة معك تاني حاجة شاشة بقى بريزيليوشن او دقة فول اتش دي بلس من نوع اي بي اس وبريفريش ريت او معادل تحديث 90 هرتز فشاشة هنا متضيعك اعلى دقة في الفئة وكمان اكتر موبايل او شاشة ثالثة في الفئة دي كلها فشاشة ما عنديش فيها اي تعليق كنت اتمنى تكون امولد ولكن في الفئة دي يعني نوعا ما الخيارات محدودة تالت حاجة عندك كاميرا كويسة بتطلع نتائج مرضية 50 ميجابيكسل رابع حاجة البطارية العملاقة 5000 ميلي امبير اوار والشاحن السريع 33 واط فمش هتلاقي برضو هنا مشكلة في البطارية او في الشحن خامسا عندنا هنا سماعات او صوت ستيريو سبيكر صوت بيطلع من تحت ومن فوق فالصوت هنا اعلى من كل الموبايلات اللي قلنا عليها من شوية فالموبايل الصراحة من اكتر الموبايلات اللي فيها مميزات في الفئة دي كلها ولكن عنده عبين اتنين اول عيب مفيش كاميرا الترويد للتصوير الواسع لو بتهمك الكاميرا دي يعني فالموبايل ده مفيهوش ولكن لو مش بتهمك فسكيب المعلومة دي تاني عيب مفيهوش NFC اللي هي تقنية الدفع اللي هي تلموسي اللي البنك المركزي لسه مصرح بيها من فترة كده قريبة وهي انك بتحط الداتا بتاعتك بتاعت الكارت بتاعتك الفيزا والكلام ده كله على الموبايل ولما بتقرب ظهر الموبايل للمكنة خلاص بستي تتعامل عليها عادي اكي انك حطيت الكارت فمش محتاج تحط الكارت والكلام ده كله بيكون بتقنية NFC اللي في الموبايل ولكن الموبايل ده مفيهوش التقنية دي لو مش همك يلعبين دول فالموبايل ده يكون خيار مثالي بالنسبالك بسعر 5800 جنيه مصري للنسخة 128 جيجا مساحة تخزين و 4 جيجا بايت رام ده طبعا هتلاقي ضمان دولي مفيهوش ضمان محلي خلاص في يعني الظروف اللي احنا فيها دي اغلب الموبايلات الكويسة هتلاقي ضمان دولي تالت حاجة نفس الكاميرا الاساسية 50 ميجا بيكسل رابع حاجة البطلية الكبيرة 5000 ميليام بير اور و شاحن ابطأ سنة 18 وات عيوب الموبايل ده ما عندكش مايك تاني لعز الدوضاء و ده اللي بيشيل الدوشة والنغمشة في المكالمات تاني حاجة معدل تحديث الشاشة 60 هرتس بس ولكن الفئة السعرية دي مقبول تالت حاجة الشاحن 18 وات ولكن بسعر 5500 جنيه للنسخة 128 جيجا و 4 جيجا بايت رام فشاف الفرق 300 جنيه تزودهم احسن وتجيب ريلمي 9 اي ولكن لو ما لقيتوش فهد ده هيكون خيار ممتاز بالنسبة لك برضو كده قلنا اول موبايل كويس معنا في الفئة السعرية دي ولكن لسه استنوا لان الافضل لسه مجاش سادس شركة ويا شركة فيفو فيفو اللي عندها موبايل انتاج مصري او صنع في مصر والفيفو وي 33A الموبايل ده في مميزات حلو قوي اولا المعالج بتاعه هليو جي 80 معالج متوسط لا هو اقوى معالج في الفئة والاضعف واحد معالج متوسط وشغال تاني حاجة شاشة بريزوليوشن فول اتش دي بلس والكاميرا ال 50 ميجا بيكسل مع كاميرا سيلفي ممتازة 16 ميجا بيكسل ومن افضل تقريبا كاميرا السيلفي اللي في الفئة رابع حاجة البطارية الكبيرة ل5000 ميليامبير اوار وخامسا الواجهة الخفيفة بتاعت شركة فيفو وهي الفون تاتش او اس ولكن برضو العيوب موجودة اربع عيوب موجودين في الموبايل ده اولا مفيش كاميرا الترويد او كاميرا التصوير الواسع تاني حاجة مفيش مايك تاني لازالة الضوضاء والدوشة تالت حاجة رفريش ريت او معادل تحديث الشاشة هنا 60 هرتز بس رابعا سماعات مونو او احادية صوت بيطلع من جهة واحدة فقط وسعر الموبايل ده للنسخة ال 128 جيجا مساحة تخزين و4 جيجا بايت رام حوالي 6000 جنيه مصري يعني الـ 200 دولار بتوعنا ترشح الموبايل ده ولا لأ عن نفسي لو باشتري مش هاشتريه ولكن الموبايل لازال بيقدم قيمة كويسة مصد السعر بتاعه فهخليه سابع شركة معنا وهي شركة سامسونج سامسونج عندها واحد برضو من افضل الموبايلات الموجودة في الفئة السعرية دي والسامسونج جالاكسي ايه 23 موبايل الشعب تقريبا ولو عايز بقى فيديو تفصيلي عن الموبايل ده بالعيوب بتاعته بكل حاجة حاسبه لك في القايرة تظهر لك فوق هنا وفي صندوق الوصف أسفل الفيديو تحت طيب مميزات الموبايل ده كتير جدا اولا البروسيسور او المعالج الممتاز اللي سناب درجون 680 تاني حاجة شاشة بأعلى ريزيولوشن موجود الفول اتش دي بلس مع ريش ريت او معدل تحديث 90 هرتز تالت حاجة كاميرا 50 ميجا بيكسل ده العادي ولكن اللي مش عادي انه عندنا هنا او اس او مسبت بصري بيسبت لك الموبايل وبيمنعه من الاهتزاز وبيمنع الصورة من الاهتزاز لو انت بتصور صورة ويدك بترعش كده او بتصور فيديو الموضوع هنا هيكون ثابت مع كمان وجود كاميرا 5 ميجا بيكسل خاصة بالالت روايد او التصوير الواسع رابع ميزة عندك مايك تاني لعزة الدوضاء وازالة الدوشة خامس ميزة البطارية العملاقة ل5000 ميلي امبير اوار والشاحن السريع 25 وات موبايل ممتاز الحقيقة مايعبوش غير عبين اتنين اول عيب ان السماعات هنا او الصوت بيطلع من جهة واحدة بس تاني عيب سنسور المكالمات هنا سوفت وير مش هارد وير فممكن يهيس معك شوية وسعر موبايل ده للنسخة الميت او 20 جيجا بسعة التخزين و4 جيجا بايت رام حوالي 5900 جنيه مصري ده للنسخة الميدن ايجيبت او المصنعة في مصر ولكن النسخة الفيتنامي هتلاقي بسعر اكتر من كده ثامن شركة وهي شركة شاومي شاومي عندها ثلاث موبايلات اول موبايل هو الريدمي 12c وده موبايل هينزل خلق اي من اللي جاية دي يعني ممكن انت بتفرج على الفيديو ده يكون الموبايل النزل اساسا ولكن الموبايل ده عن نفسي انا مش هرشحه وهقولك ليه دلوقتي وانا بحذرك هو قبل ما الموبايل ينزل السوق المصري بقولكو ما تشتروهوش لان العيوب بتاعته كالتالي اولا ريزوليوشن شاشة او دقة اتش دي بلاس بس مش فول اتش دي تاني عيب ما عندكش كاميرا الترويد مفيش مايك تاني لعز الدوضاء وزالة الدوشة شاحن بطيء جدا عشر واط مفيش سنسور مكالمات حقيق جايب منفس شاحن قديم المايكرو يو اس بي كل ده وبسعر تقريبا حوالي 5400 دنيا او 5500 ونص فانا مش هرشحه على الاطلاق تاني موبايل هتلاقي من شاومي في السوق المصري حاليا هو الريدمي 10c الريدمي 10c مميزاته كالتالي ستاب درجون 680 بطارية كبيرة 5000 مليامبير او روشحن 18 واط وعندك مستشعر مكالمات حقيقي في الموبايل ده ولكن عيبه للأسف كاميرا سيلفي ضعيفة جدا 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 فيش كاميرا الترويد مفيش جيروسكوب شاشة بروزيوشن اتش دي بلاس بس سماعات مونو وبسعر 5400 جنيه للنسخة 120 جيجا واربعة رام فبرضو الموبايل ده ما تشتريهوش ايه اللي تشتريه من شاومي هو افضل موبايل عند شاومي في الفئة دي هو الريدمي 10c 2022 ايوا اللي نزل السنة اللي فاتت مميزاته كتير الحقيقة اولا معالق قوي هيليو جي 88 تاني حاجة شاشة بروزيولوشن فول اتش دي بلاس والفريش ريت او معادل تحديث 90 هرتز تالت حاجة كاميرا 50 ميجا بيكسل وكاميرا 8 ميجا بيكسل الترويد فهنا الكاميرا الاسية كويسة وعندنا كاميرا برضو للتصوير الواسع عندك مايك تاني لعز الدوضاء وازالة الدوشة عندك ستيريو سبيكرز او صوت محيطي بيطلع من تحت ومن فوق عندك البطارية العملاقة الخمس تلاف ميلي امبير اوور والشاحن 18 وط مش اسرع حاجة ولكن البطارية العملاقة تكفي عيوب الموبايل ده عبين اتنين اولا سطوع الشاشة تحت عشاية الشمس مش اعلى حاجة 450 نتس بس فممكن يضايقك تحت عشاية الشمس ولكن في البيت او في الاماكن المقفولة شاشة هتكون ممتازة معاك وهنا بتكلم عن السطوع تاني عيب هو انه مش هيقدم لك افضل كاميرا في الفئة السامسونج مثلا اي 23 هقدم لك كاميرا افضل منه الموبايل هنقول عليه كمان شوية برضو هيقدم لك كاميرا افضل منه الريل مي 9 اي كاميرته افضل منه والموبايل ده لاقل النسخة فيه الى 64 جيجا واربعة رام بخمس تلاف ومتين جنيه مصري اما الـ 128 واربعة ودي بست تلاف جنيه فده موبايل كويس هسيبه في الترشيحات بتاعته تاسعا الشركى الاخيرة معانا وهي شركة انفينكس انفينكس عندها الموبايل الافضل في الفئة السعرية دي وهو الانفينكس نوت 12 النسخة اللي جاي بину brat احسن موبايل في الفئة دي وهو الانفينكس نوت 11 وعندك ثاني برضو احسن موبايل في الفئة دي وهو الانفينكس نوت الو 11 يعني احلى شاشة موجودة بالطريع املاقة 5000 ميلي امبير اوار وشاحن 33 واط كاميرا 50 ميجا بيكسل وسماعات ستيريو وعنده عبن اتنين بس مفيش كاميرا الترا ويد وما عندكش انفسي او الدفع اللا تلامسي وسعر الموبايل ده حاليا هتتعب شوية على ما تلاقيه لو ما لقتوش هنتطرى ننتقل للخيار التاني ولكن لو لقيتو اشتريه طبعا وعلى طول وهتلاقيه بسعر 6100 جنيه او 6200 جنيه للنسخة 128 جيجا وتمانية جيجا بايت رام فده افضل موبايل موجود في الفئة السعرية دي لو ما لقتوش تروح للإنفينيكس نوت 11 على طول اللي جاي بنفس المميزات ونفس المواصفات ولكن الفرق ان المعالج هنا هليو جي 88 مش جي 96 ونفس العيوب اللي جاي بيها النوت 12 جاي بيها برضو النوت 11 وبسعر اقل شوية للنسخة 128 جيجا مساحة تخزين و6 جيجا بايت رام بـ 5300 جنيه مصر فده احنا استعرضنا كل الموبايلات الكويسة من كل الشركات الموجودة تعال بقى في نهاية الفيديو اقولك ترتيب الموبايلات دي ايه من الافضل للأسوأ وانا عن نفسي لو بشتري هشتري ايه وليه يلا بيها طيب ترتيب الموبايلات اللي لعناها دي كلها كالتالي اولا الانفينيكس نوت 12 لو لقيته النسخة الجي 96 تالي موبايل الانفينيكس نوت 11 تالت موبايل هو الريلمي 9 اي رابع موبايل السامسونج جالاكسي اي 23 خامسا الريدمي 10 2022 طيب ده كان ترتيب موبايلات من الافضل انا بقى عن نفسي لو بشتري بصراحة وزي ما قلتلكو في اول الفيديو لو هشتري هشتري مستعمل لان في المستعمل هلاقي خيارات افضل بمعالجات افضل وشاشات افضل وحاجات كتير افضل ولكن المستعمل ده عايز فيديو خاص ومنفصل عن الكلام ده كله فالو انتم مهتمين بفيديو عن المستعمل اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله صور لكم الفيديو في اسرع وقت لو لقيت فيه جميع او ناس كتير عايزة فيديو المستعمل او ترشيحات الكسر الزيرو وبس كده دي كانت نهاية فيديو النهاردة اتمنى يكون فيديو عجبك وقفاتكو ننساش في نهاية الفيديو تعملوا لايك على الفيديو ده وتشارفكم هانتوا وشترك احنا وصلاك كل جديد او البول انا عمر من قرية او بي تيك وشوفكم فيديو جديد سلام